اهلا وسهلا فيكو يا الحلا فنانين بكل مجرة ببرنامج لعمل لعمل المين صحيح لع gracias مين كانت تلعمل بلا لا 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 لأخي لا مولا لا لأخي للغوالي بالجبما seriously مع الشيف عمر حضراتنا لكنها تشيرها وليوم لن Gel мыyyy لنصلح لكم على طلب الاخ الفاضل percentake-l ихme شغل عمك أبراتب ولنحن نتحدث لكم عن انواع اللحمة اللي بتصير لڤs وياللي ما بتصير كمان وحنطيع لكم سوص فطر بس هذا السوص يعني انسوا كل شي كل شي يعني وركزولي مع هذا الصوس لحملكم شوية خضار صوتين شان ما يحكوا علينا اجانب وتدعولي عليهم يعني حتى زلزوجك مثلا عنده مشاكل وما بياكل الخضار هاي الخضار لح تعجبوه ويدعيلك كومايات وانتي بعدين لما هو يدعيلك دعيلي الي شولا يكون مبلش بس قبل ما مبلش اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس اعطونا يكشي لايك شغل ابراتب وتعليق غير شكل هلا يا غوالي حا اشرح لكم كل شي عن انواع الاستيك اول قاعدة مافي شي اسمه استيق من لحمة الخاروف يعني هاي بننساها الاستيك بصير من لحمة العجل الاستيك من لحمة الخاروف يعني هناما نسحت لك في لحمة طرية بالخاروف طبعا في لحمة طرية بالخاروف في الفتيلة والمتلة نحن بنسمينها وب 부탁 같아요 او الاسم الشعبي او البوم فيلة او الفيلة هدولا كلها قطع طرية بتكون بالخاروف لكن هي ما تسمى استيك الاستيك دائما بيكون من اللحم العجل عندي هون قطعة اول شي خلينا نشرح لكم عن هاي القطعة هاي القطعة خليني طلعها من الكيس شوفوها هيك برا واشرح لكم عنها طبعا محطوطة بكيس مسحوب منه الهواء القطعة وزنها 350 جرام سعرها 10 دولار طبعا اذا هيك قطعة بدك تاكلها بالمطعم وزنها 350 جرام تاكلها بالمطعم مو تحت ال 50 60 دولار يعني لكن فيك تجيبها جاهزة وتساوية قطعة ما اسم هذه القطعة وهذا القطعة بتكون موجودة بالجزء الخلفي من العجل وهناك جزء أمامي وتوجد الفائل شاءه وتوجد جزء خلفي وهناك جزء الخلفي من الظهر هذه這 Kotal والمثلة وهذه هي المثلة فتلة هذه هي المثلة ومن لماذا نأخذ تعصصTHEYiOO لأن الظهر لا يอยطلق حركة ما يحدث المكان الذي لا يحدث حركة و لا يحدث حتى في جسم الإنسان تجد أنه يجب أن يظهر لك دهون لماذا؟ لا يحدث حركة و لا يحدث جهد إلا إذا تلعب رياضة مثلا تعمل هذه الحركة لكن العجل لا يحدث برياضة و تعمل هذه الحركة فتجمع الدهون عندما تجمع الدهون تعطينا شيء اسمه الترخيم الترخيم هو هذا هو الدهون الموجودة في قلب اللحم أو هذا الدهن الذي على دائر مندار كل مكان العجل مرتاح أكثر تدلل أكثر مكيف بحطو له موسيقى بالليل يا غالي بيطعموه أشكال ألوان يا ريان مو متل عنا بيطعموه شو ما كان فبتلاقيه بيعطي هاي الترخيمة وهي الدهون ليش مرتاح ومساش في مين يعمل له مساش كمان بيدلله و بشكلس له أموره فبتطلع القطعة مرخمة وفي دهون شغلة أبراتب هيك نحنا بنقدر نختار قطعة ظريفة شغلة عماك أبراتب طيب شو في قطعة تانية ممكن نستخدمها في قطعة اسمها بومفيلة أو لفتيلة فتيلة العجل تجي قطعة هيك طويلة تجي من شكلها دائري تجي هيك بهذا الشكل تقريبا تجي طولة هالأد يعني قريب متر خمسة وسبعين سانتي خمسين سانتي على حسب بها ده بيتعلق بحجم العجل هاي الأطع من قطر القطع بالخاروف بالخاروف معلنا لكم بالخاروف ما في هو بالخاروف كمان تجي من قطر القطع بالخاروف هي بالعجل من قطر القطع وغالية حتى احيان بوصل هاي سعر الكيلو تبعها أغلى من لحم الخاروف طبعا هاي الأطع اللي ما تاخدوها هيك بتقطعوها بهالحجم هاد تقريبا خمسة سانتي حصرا خمسة سانتي بتقطعوها وبتساوها بنفس الطريقة اللي أنا بدي ساوي فيها هاي الأطع على المقلاية تطلع طريقة خرافية بتاخد العقل لو ما بطلعها من البراد ما فيني يشتغل فيها فورا أكبر خطأ بشيلها بحطها بصحن وبجيب مناديل مطبخ وبصير بعمل هاي الحركة هاي الحركة بتطلع لنا السائل يلي موجود هاد السائل انا ما بيلزمني هلا اللحم هيدو تنترك برا لتصير بحرارة المطبخ وبديو ينحط تحتى منديل او كل شوي بدي سقى انا هيك بالمنديل تمام هيك لحتى تصير بحرارة المطبخ هلا لحتى نعمل يا غوالي خضار السوتى عندي شازار وكوسا وبروكولي انتو فيكن تحطوا اي اضافات تانية اذا بتكون طيب موي مغلية هي طريقة كتير سريعة وتعطيكم لون وطعم وقرشة وتحافظ على الخضار السوتى شي خرافي يعني هاي طريقة بروفيشنال او سوبر بروفيشنال طيب المي عم تغلي ما بحط له شي لا مليح لا سكر بيقول لك تحافظ على اللون كذا ما في داعي في طريقة معينة المي المغلية بدي نزل عليها جزرة واحدة مقطعة بهذا الشكل وكوسايا مقطعة بهذا الشكل تقريبا نفس التقطيع عبدون يكونوا مشان يستوه سوا مشان يشبقها بنزلون لهون بترويخون هلأ بهاي الماء أربع دقائق بالضبط هون بدي يعير يعني ما في انو ات فتركن هكه وitating روح مثلا اطبخ لي شي طبختاني الأربع دقائق بدون ان ضلوا بالماء الصفنة بتضبط خليل اعير أربع دقائق يلا عيروا وعيروا بالساعة طيبعا كما مرع عليهم أربع دقائق بنزل عليهم بالبروكولي طب قديش بدي خلي الفروكولي من الأصناف او من انواع الخضروات اللي وبتي تحمل الاستيواء بدي خليه بالضبط بعد ما مرأ عليهم خمس دقائق لازم طلعون بس لوين تطلعون شوفوا اللون اخضر لون جزر لون كوسة ما متغير شي بنزلون عمي متلجة شوفوا حبات التلج بقلبها من الصخن للمتلج فورا طب ليش وشو السبب لالكن ليش اول شغلة ازا بدك تطلع خضار صوتين صح لازم تحافظ على لونة ما في يطلع لونة مصفرنة وكذا لا لا ما بيشتغلها ده يطلع كل شغلة بلونة الجزر بلونة البروكولي بلونة لشو ما لك حاضر ده يطلع بلونة الصح اثنين الفوائد تبعة لما تنطبخ كثير بتروح اي خضرة بالدنيا ما تطبخ كثير تروح الفوائد تبعة لازم ما نطبخها كثير طي نحن ما طبخناها كثير بس خمس دقائق طب ليش حطيناها بمي باردة سهلسان خلص ما في داية لأ مي الباردة بتوقف عملية الطهي هلأ هنن كانوا بمي صخنة فقا بيضلوا صخنين بهالوقات اللي هنن صخنين فيه بيرتخوا بصيروا بيتغير لونون بينطبخوا زيادة لما نزلتها بالمي الباردة ووقفت عملية الطهي لما وقفت عملية الطهي حافظت على اللون حافظت على هيك القوام او القرشة يعني لازم يكون فيها قوام الخضار بالسوتة ليس انه والله تكون هيك مليطني على الاخر هذا خطأ هيك حافظنا على اللون وعالقوام وعالفوائد هلأ بنتركهم بالمي الباردة وبعد شوي شي خمس داية عشر دا قلتنا نستعملهم من صفيهم ومن نكهم بطريقة هلأ بورجيكم ايها كتير خرافية طبعا اذا تعملوا صوص فطر صح ما بتستعملوا فطر معلاب ما بيشتغل يعني الافضل انك ما تعمل صوص فطر داك تعمل صوص فطر داك تعملوا من فطر فريش طيب شو الفطر اللي استعملوا فطر فريش هلأ هذا بالبلد اللي انا عايش فيها بيسموه فطر كاستنائي بيجي هون وهيك على بني في منه ابيض وفي كتير انواع فطر انهم استعملوا فطر فريش يكون ظريف بيعطيكم نتيجة خرافية طيب هلا هذا الفطر بدي ااخده واخسله اكبر خطأ ليش خطأ الفطر بينمسح مسح يعني بتمسكه هيك شوفوا كيف من فوق بنزل من فوق لتحت بمسح ومسح هلأ في ناس هتقول لك ولي مستحيل وأنا بحطه بالخل وبغلي وبطبخه وبفوطع الغسالة شو ها هيك بتروح طعمة الفطر معد اسمو فطر اساسا بس مو تروح يا غالي تجيب لي فطر سام وتقلي والله ما غسلتو فطر سام اساسا هو هيكون سام لو شو ما بتعمل فيه كيف منقطع الفطر لصوص الفطر ما بيتقطع قطعات شرحات كبيرة او شي بدو يتقطع كتير ناعم بطريقة معينة اول شي ازا الفطرة كبيرة بنقطعها هيك بالنص بنحطها هيك بنقطعها كتير ناعمة ممكن بعدها بنقطعها هيك كمان للي قطعناهم بصيروا كتير هيك شقف كتير صغيرة هلا يا غوالي لحتى نعمل الاستيك فيه شغلة مهمة كتير لازم تكون عنا مقلاية لازم تكون عنكم مقلاية سميكة تقيلة اي مقلاية ما بيشتغل يعني اذا نفكر انت اليوم تعمل استيك بالبيت وما عندك مقلاية شغل عمك ابراتيب الموضوع ما بيشتغل فيه كتير انواع للمقالي فيها هذه مقلاية بتجي تيفال بس نوع من انواع التيفال يلي كتير بيكون قوي بتجي كتير سميكة وزنها تقريبا شي اربعة كيلو يعني هاي اتقال هي كمان وزنها شي خمسة كيلو نوع من انواع الحديد بذي وزنها تقريبا شي خمسة كيلو كتير تقيلة هاي مناسبة وهي مناسبة او فيه انا حتي عندي مقلاية ستاليس كعبة سميك كمان هايك ممتازة اليوم سنستعمل هذه المقلقة المخططة كثير منيحة تعطينا هيك شكل خطوط على قطعة الستيك المكونات اللي بحتاجها معها تكون جنبي زبدة روزماري أو تايم يا كليل الجبل يا نوع من أنواع الزعتر أي نوع من أنواع الزعتر وتوم تلت سنان توم كبان بدي ملح وفلفل أساسي فلفل اللي هو طبعا الفلفل اللي بيأتي ألوان مثل هاد شايفينه مثل هاد أول شغلة خليني شغل الغاز بسم الله حط المقلقة طبعا النار خليها تحمى لأنه لازم تكون حامية منيح نجي بقى للقطعة نحط الزبدة هون والتوم طبعا هادا التوم لازم في حركة كتير ضرورية نعمله إياها سن التوم بيقشره وبيضل منحطه هيك ومجيب سكين أو مدق التوم ومندقه بس هيك شايفين ينكسر بس يعطيني نكهة خفيفة كل شي عندي جاهز طيب الملح والفلفل اللي انت بحطون اللحظة اللي بدي حط فيها اللحمة على المقلاية هون بحطون ليش لأنه لما حط الملح يا جماعة فوق الستيك بيطلع على الموية طبعه وإذا طلع على الموية طبعه بينشف هون على المقلاية ما بيشتغل هذا الحكي معنا فلازم الملح هو آخر شي طيب كل مرة نحلات الستيك لا شايف عوار بنشوفها دول الممالح ليش بيستخدموا دول ممالحة حطوا ممالحة عادية هاي بنملحها شايفينو هذا البرغي اللي فوق كل ناس فكرة أنه هذا البرغي مشان تفتح وتسكر لأ هذا البرغي لما تحلوه للاخير وتجي تحط من الملح بيعطيك ملح خشين بتحطوا ملح وبتحطوا ملح منيح ليش لأنه عندنا سماكة والفلفل نفس الشي خليني ملحها وفلفلها من الجنبين هلا بناخد قطاية الستيك وبنمسكها من هون من عضمطة بهذا الشكل شايفين الشحمة وين تحت طيب ما حطيت زيت ما حطيت شي بدي استخدم هذا الشحم أول شي بحط الشحم على المقلاية لحتى ياخد لون ولحتى يعطيني شحم هون على المقلاية أو دهن يعني ما في داعي نستعمل زيت ما في داعي نستعمل أي نوع من الزيت أو أي شي خلص من دهنه سائله أما إذا كانت قطعت الستيك عن كل اللي بتستعملوها ما في دهون يعني مثلا البومفيلة أحيانا بتجي بلا دهون بس تحمي طارية بس ما في دهون أبدا فهون بهاي الحالة بدنا نحط شوية زيت هلا بدي ضال شوية وقت لحتى الشحم ياخد لون وكمان يطلع لي دهن على قلب المقلاية لحتى يقدر يشتغل بالستيك قطعت الستيك هلا بسطحها وما بعود حركها أبدا لمدة دقية أو نص أو دقيتين بسم الله ما تحركوها نهائيا تركوها هيك خليها تاخد لون تاخد كراس تعطي طبقة كراس غير شكل تحافظ على العصارة اللي جواتها لما ترؤها محل استيك بيقول لك كيف بدك الاستيك شو يعني كيف بدك الاستيك يعني بدك يا مستوي شوي مستوي وسط ميديوم أو ويل ضن يعني مستوي على الآخر حتى في كمان بيناتهم مراحل لكن انا هاعطيكم هلا منشان انتو هون عم تشتغلوا بالبيت كيفنا نعرف طيب اذا هي انا بديها مستوية نص استيواء او بديها مستوية استيواء كامل او بديها مستوية بس شوي مستوية بس شوي بعمل هيك ايدي شوفوا هي الحركة شايفين بس اعمل هيك ايدي بلمس هون طريق تمام طيب لبديها مستوية وسط بعمل هيك ايدي هيك اقسى تمام بديها مستوية استيواء كامل بعمل على اخر اصبع هيك وبلمس هاد الاستيواء الكامل وهلا يا جماعة عم نمسكها هيك ومنقلبها على الوش التاني بس شوفوا لي على هالمنظر الخرافي شلون طالعة تاخد العل كمان نفس الشي دقيقة ونص بدون اي تحريك بعد ما اخدت معي عاكل وش دقيقة ونص هلا بديرفعها من عنار هاي المقلاية يا جماعة بتحفظ حرارة فانا لح ساوي هادا الشي بقلبها ها نزل الزبدة شوفوا هاي نزلنا الزبدة ونزلنا كمان مع الزبدة الروزماري ونزلنا التوم شوفوا ما شاء الله المقلاية فيها حرارة كتير عالية هلا شو بدي ساوي بدي اخد الستيك هيك على الزاوية بهذا الشكل وبعدها امسك المقلاية من اي زاوية مثلا هيك بالمايل هيك وصير اخد من الزبدة اللي بدي تطلع وحط فوق زبدة بنكها بالتوم وبكمان الروزماري اللي هو اكليل الجبل تقريبا تضل هيك دقيقتين على هادا الشكل ازا مقلاية تكون ما بتحفظ حرارة هيك بتعملوها عنار هادية يعني عنار بتضل المقلاية بس النار هادية بتكون هلا هاي ما بتتاكل هاي تنترك هلا خمس دقايق ليش لحت تتراجع نفسها لحتى العصارة ترجع لأماكنها يعني العصارة اللي بقلبها اللي بدي استطعم فيها ترجع لأماكنها والأنسجة تبع اللحم كلها ترخي هلا بتكون شادة بهذا الوقت عسر يا عسر يا حنعمل خضار السوتى وحنعمل صوص الفطر ونرجع نقدمهم كلهم مع بعض واكل نعم احنا اكل سواحا كل حالي الصراحة يلا وهلا على السريع السريع بنحط لمساتنا الأخيرة على الخضار طبعا السوتى بنجيبها بعد ما صفيناها من الموني كتير منيح اخدت من الزبدة نفسها يلي سقيت فيها اللحمة هلا بنزل الخضار هون طبعا المقلاية لازم تكون حامية شو بدي حط لها الخضار بدي حط لها ملح يا ويلي ريحة ريحة بتجنن في الفول وشغلة بسيطة أوريغانو يعني كتير كتير طيب مع الخضار السوتى الأوريغانو بدي يعطيهم هيك تحميصة على الخفيف يعني هيك شي انه ياخدوا لون ويتحمصوا ويشربوا من هالزبدة يا غوالي هلا بغري بنفس المقلاية بدون ما اخسلها بنزل الفطر بسم الله بدون شي هيك فرفدتهم بالمقلاية والمقلاية لازم تكون حامية ضروري يعني بس حسيت الفطر اخد وش يعني ما مرق عليه ثلاثين ثانية على النار بعطيه رشة ملح وطبعا فلفل شوفوا مجرد ما رشية الملح ببليش المو يتزول تظهر تطلع انا بحب ضيفة عليه بودرة التوم نصم على اصغيرة من بودرة التوم ننزل عليه نص كاسة كريمة ميك ميلي من كريمة الطبخ بسم الله بعد ما اختلطت الكريمة بالفضر واللمسة الأخيرة ديمي غلاس سوس هذا بيجي بودرة يعني بتلاقوه بمحلات يلي بتبيع بهارات ما بهارات عنده شي اسمه ديمي غلاس سوس بودرة هيك مثل هاد خليني اخلته هلا اكتب كتير منيح مع الكريمة ومع الفطر موس النار على الاخير وبتركن ينطبخوا على النار تقريبا ثلاثة اربع دقيق ليش لحتى هادو السوس اساسا يتحول لسائل يعني يروح من قوام البودرة لقوام السائل مع الكريمة هلا بتسناولي قطعة اللحمة يا غالي شايفينها العصارة وبدنا نقطعها من هون من عند العظم بسم الله بدنا طبعا نسكين حدة تكون غير شكري وهيك بتصير وصفة الاستيك جاهزة استيك على اصوله خرافي مع الخضارة سوتين مع سوس فطر مستحيل تنسوا طعمتو بحياتكن شايفين يا غالي هاي اسمها ميديوم هادا الاستيواء الميديوم بالضبط هاي كيف تأكلها يا غالي تقطع لي اياها حتة صغيرة وكنا لا هي هيك ها خالص وبعدين بتلحقها بوحدة سوس فطر وبوحدة بروكولي شعب ما يحكوا علينا الاجانب الصراحة كتير كتير طيبة طريقة مساواتها كيف صارت هاي الوصف يا غالي لازم تجربوها لانه الشغل عماك أبراتب اليوم اكلتنا مسأسأة ومنغنغة على طلب ضيفتنا يعني طلبت لحمس بالصحن والله هلا هي شوي صارة لحمس بالصحن لأ لحن ساوقنا اللحمة بالصينية بس شو شغل جده الكبير لأبراتب خلينا نبلش عالسريع بدون حكي كتير يلا هاتوا الكفوف هاي الأكلة يا ابي بدها تشمير يعني ما فيها مزح مش لح الساعة مرتي خاتم بس ماتوا أخذينا يعني ومنشمغ يا كريم وحساوي لكم ياها على الطريقة الشامية كيف نحنا بنساويها بالشام على أصول 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 أصولة وحساوي لكم يا ابي طريقتين واحدة دبس رمان وطحينة واحدة عليها البندورة ناولني هاللحمة لألك يا غالي بسم الله وهذه اللحمة طبعا يا غالي أساس هاي الأكلة هو اللحمة اسمها لحمة بالصينية كتير ناس بتفكر أنه أخي بجيب أي لحمة مفرومة وبحط لها بهارات بتصير لحمة بالصينية هذا الحكي هو الخطأ هو اللي ما بيجيب لك الطعمة هو اللي بيخليها تشد شو بدي حط وكيف بدي ساوية أربو لعندي لتشوفوا كيف بسم الله أهم شغلة باللحمة بالصينية تشكيل أنواع اللحم شو يعني أطعم الفخد أطعم الكتف وأطعم من الزورة الزورة تحتوي دائما على دهون مثل ما لكم شايفين شايفين هاي الدهون هاي الدهون يلي بتعطيها الطراوة يلي ما بتخليها تشد تقريبا عندي من الزورة شي 350 جرام وباقي قطع كمان من الكتف والفخد مدهنين شي 650 جرام يعني كلهم على بعضهم كيلو ما بنصح نهائيا أنك تجيب لحمة وتحط لها دهنة تطلع غير شي غير طعمة بتشد على بعض الدهنة بتكرب دهنتها لبرا وبتطلع وما بتعود تعطي هاي الطراوة والفتفتة طبعا هذا النوع من اللحم ما بيشتغل نهائيا لأكلة الكباب ليش لأنه بيفرط يعني هذا الدهن ما بيشد هذا بيخليها تفرط وأنا هاد اللي بديها ما حتطلع فاطعة تطلع قطعة واحدة بس لما تعملها هيك طريقة بتدوب بالتم دوابان شو رأيكم مبلش فرم باللحمة طبعا هاي الشغلة اختصاص لحامة لتكون تروح عند لحام زي ما عاكن ماكينة عنده تقول له بدي شقفة بشقفة بشقفة تشكل كتف على فخد على زورة وتكون مدهنة مدهنة الزورة وتشكلس لي أمورك ويفرم لك يا هون وشين على الناعم يلا خيا مبلش نجيب الماكينة وهلا منركب الوش الناعم هيك ومنحط هاي هون ومنشك هاي هون ومنوصل الكهرباء هلا بدي جاهز اللحمة يتنزل بالماكينة قطعة شقفة وهلا بدي يسلخه وشين على الناعم بسم الله وهيك يا روالي خلصنا فرم اللحمة هلا بنا ننتيل للمكون التاني يلي هو جدا أساسي بهي الأكلة يلي هو البصل هاي الأكلة أساسا البصل يعني بدون بصل ما بتسوا شي ولا يا روالي بعد ما فرمناهن شو منبلش فيهن هيك بدي ياوهن كتير 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 ناعمين كلهم بدي أفرون هيك ناعم 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 عفكرة البصل مو بس بنزل الدموع لا قصدي بصل مو بس أساسي فيه البصل هو من أحد الشغلات اللي ما بيخليها تشد لهيك عندي كيلو لحمة عندي 700 جرام بصل منشان اللحمة ما تشد على بعضها كمان هدا كتير بيساعد وبيعطيها طعمة خرافية خلص روحوا انتو خليني أنا بكي لحالي ما عليش يلا برجع لكم وهلأ جينا للأسرار يلي هي البهارات هون السر تبعه ملح وينو هدا اقويرا ليش عبتاخدوا الشغلات تبعاتي بهاراتي فلفل أسود بس هاي هي سلامة لأنه السر يا غوالي باللحمة مو بالبهارات تبعها هاي النقطة كتير مهمة باللحمة بالصحن أنه سرها باللحمة نوعية اللحمة اللي عبتتستخدموها هاي أهم شغلة لحتى تأكل اللحمة بالصحن طيبة اللحمة بالصينية قصدي بيش نعمل إليها اللحمة بالصحن صحي كتبونا ليش بيقبلوا لحمة بالصحن عندي ملح وعندي فلفل خليني نجيب معلقة صغيرة بسم الله وبيدي كفوف قديش بدي حط لهم ملح وقديش بدي حط لهم فلفل معلقة صغيرة مقوبعة ملح وربع وبيدي حط لهم فلفل أسود بسم الله نص معلقة بس مقوبعة بس هيك أمورنا بالسليم وهلأ شلونيك أنا ما أخطر لك أنت غسلت ونادين كل كفوف أنا أستعمل كفوف تاني هلا خسراني الشغلة إنتاج شاكل سونا الأمور يالله خلينا هلأ شو بنا نساوي أهم شغلة اللي هي من ندعاكم كتير 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 منيح مع بعض يالله بسم الله يا كريم حط البصلات هون ونبدأ شو ندعاكها كلها مع بعض لحتى كلها تداخل ببعضها وتأخذ هالنكهات من بعضها يا ويلي الروايح حتى نوعية اللحمة هاي اللي عم بستعملها والتركيبة تبعها للصفيحة بتطلع شغلة خرافية بس للكباب ما بتشتغل شباكوا اللي عم بتطلعوا كان نكون شامتانين فيني انو عم ببكي ما الله يسامحكم بس وهلا يا غوالي بعد ما شوف دعاكت اللحمة كتير كتير مزبوط طبعا بسبب انو احنا عم نصور فاللحمة كانت باردة شو صار نزلت البرودة تبعها نزلت الحرارة تبعها وهذا الشي معلوم منيح لانو بتمرض وبتعب بالفرشة الاقل شي شيتتة شورو بتقضيع الشربة لا عم بمزح معكن هذا الشي بيخليها هيكة رخوة لتشد شو بنساوي خلاص مدعكت انا بعمل هيك هلا خليني وزعها بالصينية طبعا ما هي الصينية بدي حطها بالفرن وجيب شقفة نايلونة سكرها هيك وين رايحة انتي تعني وريحها بالفريزة اذا مستعجل هلا انا مثلا بدي اربع ساعة يعني بعد ربع ساعة تساوية بالفرن بريحها بالفريزة اذا بقى بدي مالي مستعجل بحطها بالبراد نصاعة ساعة منو بتداخل النكهات اكتر واكتر ومنو كمان بتشد على بعضها ومشتغل فيها على رواق هلا خليني حطها بالفريزة وشغل الفرن على اعلى حرارة عندي ليش؟ لانو الافران لما كان ابوك يبعتك تاخدها الصينية طبعا اللحمة بالصينية يبعتك تاخدها على الفرن طبعا الفرن هنيك بيكون حرارته اربعمية اعرفتو شلون؟ رادو يكون حرارة فرن على شي ميتين وخمسين فوق وتحت شغال يلا خليني حطها بالفريزة وبرجع لكم السلام عليكم لك شو معتكم بهالبرد ما بردتو؟ حاجتها هيصار مرأة عايش يربع ساعة بسم الله وهلا بنقسمها بالنص ومنحط كل نص بصينية والدعك يا غوالي جدا مهم ليش مندعكها لحتى تكون متماسكة مع بعضها بقلب الصينية لما تنشوها هاي نقطة كتير مهمة نقطة تانية الصينية ما بتنبهن بشي فيه نازل عفل دهن لي زيت ودهن لي سمنة ليش هي فيه دهون اساسا هلا بتطلع ما في داعي لا بتلزق ولا شي هلا خليني بلش افردها بشكل متساوي معلمين اللحمة بالصينية يا غاري منين تعرفون يعني اللحمة المعلمين شو بيساوي؟ شايف هاي الصينية؟ بيمسكها؟ شو بيعمل؟ بيعمل لها هيك بتقوم بتقلب؟ لا ما بتقلب بتظل هون ها الدليل انه شغلنا مية بالمية صح عرفتو شلون؟ هلا بعد ما تعملوا لهذا الشي بعد ما تملسوها هيك اذا كانت عم تلزق او عم تعذبكم مثلا نقطة مي على ايدك نقطة صغيرة بس انا بدون ما الدهان موي ما في داعي يعني هيك امورنا باللوز هلا فينا نعمل اي شكل بدنا يا بسكينة باصابعنا شلون ما بتكون فيكن تعملوا شكل هلا انا عفكر اعمل هيك مثلا باصباطي اهم شغلة ما تكون سميكة كمان لانه السميكة مو طيبة يعني تكون رقيقة يعني اللحمة بالصينية هون ما تكون طبقة كتير سميكة شايفين ما احلاها هيك؟ فينا نعملها مثلا من هون لهون خط هيك بهذا الشكل ما بنغرز كتير ايدنا هيك بهذا الشكل يعني فينا نعملها خط تاني من هون هذا موضوع الشكل انتوا ساوي الشكل اللي بتكون ياه وهيك يا غوالي صارت جاهزة خليني ساوي الصينية التانية وارجع لكم وهلا يا غوالي حنساوي متما لكم صينيتين واحدة عوشة بندورة بيكون واحدة عوشة صوس مكون من طحينة ودي بسترمام بس مو هلا منحطه بالنهاية اما البندورة هلا لازم نحطها ليش لحتة انشوها وتعطينا طعم شغل أبراتي بسم الله خليني حط شرحات البندورة او هيك مكعبات ولحط اللي يقرن فليفلي هوني بالنص هيك بهذا الشكل شو رايكون وهلا صار وقت شو يفوتوا عالفرن رجعنا يعني يا غوالي هنساوي بالفرن وانا بجهز الصوس اللي هو دبس رمان مو دبس تمر او اكون ها وضحيني يلا بسم الله كماش تكون قاعدين تحت الطاولة الفرن تبعي متل ما قلتكن على اعلى حرارة مئتين وخمسين صلو تقريبا شي نص ساعة شغال بحطه هون اربو رجيكون هين اربو بسم الله شايفين بالنص شغال فوق وتحت يلا ما بتاخد وقت كتير خليها تشكلس امورها بسم الله ارقدي بسلام ناطريني هلا ميجيب زبدية ليش مش هنساوي له الصوس لهي بس مو هلا بتحطوه بعد ما اطلع من الفرن عندي طحينة وعندي دبس رمان يكون الزراف طبعا دبس الرمان وطحينة كميات متساوية مل اتنين يعني تقريبا نص كاسة بنص كاسة هلا منجيب معلقة ومنخلطهم مع بعض كتير منيح هدول بيعطوا نكهة خرافية ما بتتخيلوا قديش الطحينة مع دبس الرمان بيلبقوا معها في ناس تحط صوصات تانية يعني مثلا تحط شي فيه لبن وطحينة وبدوة مثلا اللي هي البدوة مع توم وليمون انا ما بحب هيكة كتير طيبة جربوها يعني مسئوليتي عم بعطيكم شغلة ان شاء الله بترجعوا لعندي هلسئك امور ما جاهزة خليني جهز الخبز والليمون والغراض من شان ناكل اجع الرزق يا غوالي ايجع الرزق تعيي اغالي تعيي لعندي ياه 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 الزراي يا ويلي بخون هاي واحد بتبخر فيها قربي لهوني هاي يلي لسه ما حطناها بالفرن هاي اللي حطناها بالفرن شوفوا عالداير الداير الداير كاشة قريب صانتي ونص شايفين كل عدايرة هذا الشغل الصح طاولة أحكي لكم هالسيرة اللي مالكم فيها بس خلينا نحطها بالفرن جاي يكون طبعا أخدت بالفرن ابو عشرين دقيقة يعني حتى طلعت هيك مشكلسة ومشوية وأمورها بالسلين طاولة أحكي لكم هالسيرة اللي مالكم فيها يا غوالي السيرة على الشكل التالي كنت بعمر خمسار ستعشر سنة عازمين اني شباب على المسبح من بيناتوا الرفقاتي وناس ما بعرفها تعرفوا الواحد لما يسبح بيموت من الجوع بتطلع وروحه يعني وانا جعت شو مساوين اللي والله جايبين لحمة بالصينية قلوه لقيتوا ان راح وجابوا صينية من عن جماعة المسبح تبع الفرن هالقدة هيك صدر مثل صدر الكنافة وحطوا عليها شي خمسة كيلو لحمة متابلينهم جاهزين ومشكل سينهم وفردوهم وأخدو له ياها مهم ركزوا معي منيح الصينية هيك صدر كنافي راحت هيك ورجعت هيك قدهاي تقريبا رجعت طلعت هيك أنا قلتوا لي شو هاد نناكل مهم راح تقضيطها بيض مسلوص ومدوش فلافل من البوفي طبع المسبح ما عليكم مهم ما لازم تكش إذا كشت معناها شدت اللحمة معناها هتاكلوا لحمة بالصينية شادة مو طرية ما لا جوسي ما لا هيك بتفرط فرط بالتم هيي بتفرط فرط بالتم وبتشكلش لكم عمولكم وليا على بعضي لا 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 اشهد ذهب يا غوالي فول على هالمنظر ما أحلى هلا شو منساوي هي وصخنة نعمل هيك ومننزل عليها الدبس الرمان مع لطحينة ومندهنوا على الوش والله رايحة فراطة شكلها فراطة فراطة رايحة هلا حفوتها على الفرن شوفوا قديش لحظات يعني لحظات قليلة وحندوق يعني حفوتها لحظات على الفرن من فوق بس هيك تاخد لدعة صغيرة وبعدها نطلع ونأكل هذهك الصينية ما أكلتها والله ليك بالفرن عام شان ما تبروا الحرام إذا أخذت برد لا بكي لعنه بسم الله وهلا يا غوالي صار وقت ندوء الله وكي لكون من الصبح مالي حاطت ولا لقمة بتميجوعان يعني مقفعة معي على آخر هلا إذا كنتوا محلي أنتوا بتختاروا يلي بدبسوا طحينة ولا بتختاروا يلي ببندورة وفليفلة وأمورها بالسليم وين بلش ابدى هون لك روحي ولا ابدى هون أحسن شي ابدى بالتنتين لك روحي ومجهز قدامهم كمان صحن خضرة على شوية ليمون وأمورنا بالسليم إن شاء الله وليه صخنة لا 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 شوفوها أنا وعن بقطعها رخوة رخوة فوق ما تتصوروا لا شادة ولا هم يحزنون ناخدنا هيك ايه بيزاية مسلس يعني شوفوا المنظر مع أحلى هلا على قلب الصحن ما لاحق أخد من الدهن له غط غط وقدامنا خبزة تنور شغل عمك أبراتب بسم الله صار وقت ندوء ما في مجال بس هاي الأكلة بدون ليمون ما بتزبط إذا ما عطيتها هيك عصرة ليمون شعيف إذا في واحدة حامل تسكر سكري سكري الفيديو ممنوع للحوامل أنت بعدي هيك ما دخلك هاي على الهامش بسم الله شوفوا شوفوا اللحمة شوفوا شوفوا بس هيك براس إصبعطي والله والله براس إصبعطي رايحة فراطة يعني شوفوا وين بتنزل بتنزلي هون السقسة أو الدهن هيك 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 وبعدها شو بتفوت فيها لوين عالمعدة دايريكت بسم الله يا ويلي يا ويلي أكلة من أكلات الزمان هاي من أبطيب الأكلات اللي ممكن تساوها ما بتاخد وقتها سريعة أول شي لازم شو نغنغة هون بعد النغنغة باخد بندوراي بحطه هون بعد البندوراي بعطيها واحدة يزبطني ريمون الله يكون بيعون اللي عبي صور عالمعدة دايريكت ما علي شاء الله سامحونا هاي ما حنسكبها بالصحن هندوق هيك بنص صينية شوفوا شوفوا اللحم يلي رايح فراطة شوفوا عبي دهدر دهدرة هاي الأكلة هيك على أصول أصولها بتبولنا ببلدكم بتساوها هاي تبع دبس وطحينة ولا بس بالشام بساوها جربوها زريفة بسم الله هاي تعاد كتير طيبة معلش بس لقمة تانية مع شوية الدبس ع شوية طحينة ع شوية نغنغة من هون من قلب الصينية هيك ايه ايه اذا ما سأسقتها هيك يا غالي ايه والله ما بتمبلع اللقمة وعطيها شوية ليمون فوت فوت تاك بق هون فوت فوت تاك تعال بس شوية خضان مشو ما يحكوا عنينا الأجانة كمل ولا حاجة لا حاجتكم حاجة يا غالي والله بدي قوم انزل فيها سفق طرق هاي الوصف يجربوها مع مسؤوليتي كتير طيلة والطريقة اللي ساويتها أنا اللحم نوعية اللحم اشتغلوا عليها هتا تاكلوا اللحم بالصينية شغل عماك قبراتين والنهاردة هنعمل كده مع بعضينا ايه هنعمل قالت ايه؟ هي كانت عاوزة ايه كده اه حووشي هنعمل حتة حووشي انما ايه؟ حاجة كده تستاهل بقك مع العيش المصري البلدي هيبقى حاجة يعني ايه؟ فلالي دلوقتي خلينا نبدأ مت يلا بينا لحتى نعمل يا غوالي العيش المصري الخبز المصري يعني بدنا طحين بس بدنا نوعين طحين طحين الحبة الكاملة اللي هو الامح الحبة الكاملة اللي بيجي لونه على اسمر وطحين ابيض عادي تمام؟ ومية مندفية وهيك شغلات خفيفة خفيفة يعني عطونا زبدية خلينا نبلش شورا ايكون؟ هاتو زدتو لقلكون ارمي ادي دي بتتكسر يا قدعان هلا بنجيب طاصة ما بعض زبدية المهم ومنحط فيها بسم الله دفيت هاي الموية بتكون كاستين من الكاسة السحرية شوفوا على الشكل الاتي حنحط يا جماعة كاستين طحين ابيض هاي واحد وهاي اتنين يعي 200 جرام مل طحين الابيض وبدي حط عليهم ثلاث كاسات من الطحين الحبة الكاملة يلي بيجي لونه هيك هاي كاسة اتنين ثلاثة يعني نص كيلو طحين عندي شو بدي حط على الطحين؟ انتو بتعملوا هنا ايه يا قدعان؟ ها انا قيت لكم عاوز الملح وعاوز ايه الخميرة الخميرة الفورية يعني بس خلاص باي باي وحنجيب ايه؟ هنجيب السكر لا مش هنجيب لكم السكر هنجيب السكر عشان نحطه هنا هجيب المية بس ما تكونش ساقعة اه لازم تكون دافية ايه ده؟ ده في جني ولا ايه؟ ده بيفتح لوحده خلاص مش هيفتح تاني هلأ ها شوفوا تطلعوا شوفوا هالحركة تعلموا بس شوفوا ها شوفوا شايفين؟ من هون مين طلع عليها للمعلقة وحطينا عليها؟ هجيب غيرها ها ها ملح مسح لنص كيلو من لطحين ها مسح يعني مو مليانة نحنا مقول انا بقول بسوريا مقوبعة وبخلط لطحين الابيض مع الاسمر مع الملح وبجيب ظرف الخميرة بدي حط خميرة هذا عشرة جرامات بدي حط سبع جرامات بيطلعوا معلقة ونص من المعلقة الصغيرة طبعا خميرة فورية وبدي ضيف عليهم معلقة سكر ونص قد الخميرة اللي حطيتها بحط سكر ليش يا حزركم؟ لانه الخميرة بتتغزى على شي حلو فبدي سكر واذا معاكم سكر حطوها وقطع شكولاتة تتغزى عليها لا عم بمزح معاكم الخميرة كائن حي يعني تتكاثر لحتى تتكاثر بديها سكر بديها سكريات يعني فانا بنحط السكر نفس كمية الخميرة بيخليها تتكاثر وتتفاعل بشكل سريع خليني كمان هدولة اخرطهم بجيب المي الدافية مش المسقعة وبحط عليهم كاسة من المي يعني عم نحكي عن 200 ميلي من المي ومنحرك بنشوف اذا بتكفي هاي المي ولا هيحتاجوا كمان المي انا اللي شايفه ممكن ياخدوا نصف كاسة كمان يعني صار عندي 300 ميلي من المي بسم الله ومنحرك متل ما بتعرفوا يا غوالي اليوم في كتير مصريين عايشين ببلاد برا يعني بلاد الاختراب فمو الماكان بتلاقي عيش مراح راح عيش مصري يعني خبز مصري فلهكة حبيت تساوي لكم الخبز المصري الي هو العيش الي هو بيصير منه الحواوشي والحواوشي كمان بيصير من عجينة بيصير بكذا طريقة يعني ممكن انتو تساويوا مثلا بخبز تورتية يعني اذا حبينا جربوا الأكلة ممكن تساويوا بالخبز السوري تبعنا يعني انتو بتساويوا بالطريقة يلي بتلاقوها مناسبة هلا فضي الطاولة وتبلش لم العجينة على بعض اول شي عاوزين ننمها كده حبيتين ثلاثة يعني انا شايفها لسه بتاخد مص كاسة مي على المرتاح لانه انا ما بدي هتطلع قاسية بديها هتطلع عجينة طرية اساسا انا معبي هوني كاستين مي كنتر للوقتي حناجن حناجن بكل طاقتنا وهلا منعجنا يا غواليل حتى تصير معنا عجينة طرية بتاخد العال يعني منلمها على بعضيها صارت نعمة طرية مطاطية دايما العجين تبع الخبز او العيش او اي خبز لازم يكون قوامه مطاطية يعني يكون كتير معجون صح هو سر اي نجاح سر اي نجاح سر نجاح اي عجينة او اي خبز او اي شي مخبوزات هو العجن الصح والعيارات طبعا الصحيحة شوفوا العجينة ما احلاها نعمة طرية ولا احلى من هيك هلا بجيب الزبديها نفسها وبرش فيها شوية طحين لانه هي بتلزق ما فيها زيوت يعني ما بتحتوي العجينة على زيوت حطها هون وبسكرة ودلوقتي يا قدعان حنمي المباضينا الحركة السحرية بتاعت مين؟ بتاعت شيف عمر بسم الله شوفتوا ازاي؟ ولا اسهل من كده وهلا بعد ما حطينا على منحطها بمكان دافي ومظلم مثلا منحطها بالفرن يعني فرن مطفيه منحطها بقلبه لحتى تختمر وترتاح لازم نغطيها بستريتش لحتى ما يجيه هوا من بره وما تنشف العجينة وصير فيه تفاعل للخميرة شغل الابراتب وهلا هنخليها بالفرن ابو كده نص ساعة وهلا يا غوالي بينما تخمر العجينة طبعنا خلونا نعمل ايه؟ نعمل الحشوة بتاعت ايه؟ الحبوشي والسر بتاعها وبنفس سوري اخوكو الشيف عمر مات يلا بينا عاوزين بصل وعاوزين فلفل رومي وتوم واللحمة طبعا عشان ما يصحش بدون لحمة يعني وخلينا نجيب ايه؟ البهارات هناخد الملح والفلفل اسود والبابريكا وعاوزين ايه تاني؟ الكوزبارة وعاوزين ايه يا جدعان وعاوزين دي بتاعة ديسر مش هقلوكو عليها خلاص خليها مفاجئة وعاوز حاجة كده يعني فين فين هيل اللي هو حبهان وعاوز حتة كده صغيرة من القرفة انتو عارفين اللي قرفة مش كده؟ خلاص عارفينها بسي خلاص كده كويس اول شغلة واهم شغلة بالحووشي اللحمة اللحمة لازم تكون مدهنة بتقولوا ايه في المصري يعني فيها دهن ودسم يعني اذا عندي 250 جرام لحمة بدي يكون فيه قدون دهن يعي يكون لحمة كير من الدهن انا عم بستعمل 300 جرام لحمة و200 جرام من الدهن يعي لحمة كمية الدهن فيها عالية قديش بحط لحمة؟ حاضة نصف كيلو لحمة بستعمل نصف كيلو بصل عندي اربع بصلات حجم وسط وبيدي حبتين فلفل اخضى فلفل انتو بتقولوا فلفل فلفل نحنا بنقول عليها فلفل خضرة انتو بتقولوا فلفل رومي حبتين من الفلفل الخضرة وشوية توم والبهارات هلأ بنحكي عليها اول شغلة نقطع البصل بسم الله وبجيب محضرة الطعام هذا البصل ما في داعي نفرمو على ايدنا بس منقشر والبصل هذا الاحمر اذا توفر عنكم اطيب من البصل الابيض وفيكم تحطوا بصل الابيض يعني ما في مشكلة خليني يقشرهم كلهم وحطهم وين؟ بمحضرة الطعام ودلوقتي يا جدعان هنحط البصل هنا انا بعيط شوية بس عادي يعني من البصل امه وهلأ خليني حط فوق البصلات اللحمة عندي نصف كيلو بصل المفروم هي الكاميرا بتتغبش ولا ايه ولا انا اللي مغبش ونحط عليهم اللحمة طبعا اللحمة باني ودلوقتي هنجيب اتنين فلف الرومي نخسلهم ونقطعهم كده حتت حتت هناخد الفلفلة ونحطها بمحضرة الطعام وكمان نطحنا نفس الشي وهلأ منحط الفلفلة عليهم المطحونة ناعمة وهلأ بيان عندنا التوم مننا نضيفه تقريبا بدي يضيف اربع سنان توم هاي الاكلة في ناس بتحط لها توم بودرة بصل بودرة لكن في اكلات ما دام فينا نحط لها فريش نحط فريش اطيب هلأ بفرمون ناعم وهلأ بعد ما حطينا التومات فوق التكبيرة طبعاً بدي يحط ملح وبلش بهير معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة كزبرة اللي هي الكزبرة اليابسة ونص معلقة فلفل اسود وبحط براس المعلقة يعني ربع معلقة حبهان اللي هو الهيل بيعطي طعم خرافية وكل شيء لحمة ناعمة بالدنيا بيلبقلة القرفة بيلبقلة ربع معلقة قرفة ومعلقة بابريكا واخر مكون اسمه كبابة اخوانا العراقين بيستعملوا كبابة صينية هيك بسموها اخوانا العراقين بيستعملوا كتير باللحوم وهذا بيعطي طعم خرافي بديحط منه نص معلقة وهيك خلصنا بهارات وانا عاوز من اخواتنا المصريين يكتبوا لي تحتي في التعليقات نايس ايه بهارات تانية وانتو بتحطوا ايه في الحواوشي بلك انا مش عارف ولا حاجة ولا مش عارف ايه وعاوز تحط شوية زيت شوية يعني معلقتان اكل من زيت النباتي وهلا بدي اخلطة كتير منيح مع بعضها بسم الله اوه ايه الروايح دي يا مصريين ايه ده ايه ده يا قدعان ريحتها بتشاهي الصراحة بنسكر عليها ومنحطها بالبراد نخليها شو تتشرب من بعضها نكهات بين ما نعمل الخبز بس حد لو عنكم الخبز جاهز ما تعملوها وتحشوها تغري لا خلوها ترتاح ربع ساعة اللحمة بترتاح تشرب هالنكهات هالبصل هالتوم هاللفلفل هالبهارة تشكس امورها يعني بس تشكليس امورها منبلش نشتغل فيها هلا خليني يحطها بالبراد وطلع شو العجينة يشتغل بالخبز هنطلع العجينة تبعنا بسم الله هه وهلا صار لازم نشمر نشرح الساعة نشرح الخاتم ونجيب شوبك هاي الشوبك اسمه ايه في مصر مش عارف وبيدي طحين طبعا بستعمل طحين لأثمر لحتى افردها بسم الله العجينة تبعنا اختمرت وصارت امورها تمام تمام هلا بس طلعها بدي فضي الهوى منها هلا بعد ما فضيت الهوى منها بجيب طحين وبرشرش عالطاولة هعملكن يها بطريقة سهلة بحيس ما نعمل رغيف رغيف نعمل كذا رغيف مرة واحدة بسم الله خليني افرد العجين هلا ها شوفوا السماكة هيك لازم تكون السماكة تبعا مو اكتر من هيك ولا اقل من هيك اه الخبز هذا كتير طيب يعني حتى اذا تكون ساقوله غير اكلات كتير لذيذ وطيب ومفيد انه فيه طحين حبة كاملة هلا بنجيب قالب مدور او غطأ بريق شاي كلهم شغالين مهم اي شي مدور وحد او زبدية او اي شي لحتى نقص فيه بشكل كتير سهل ويعطينا دوائر هلا بدي بلش قص شايفين عبيت حالي طحين بسم الله ها وهلا يا غوالي شو منساوي منشيل العجينة هاي ها شايفين بسم الله هاي العجينة اللي شلتها شو بساوي فيها دغري بعملها هيك شوفوا بعجنة ها 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 دغري انا والساعتني هون بيعجنة يعني قبل ما اعمل اي شي وبرجع بجيب الزبدية تبعي وبحطها بقلبها بخليها ترتاح شوي يعني شوي هيك عشر داير ربع ساعة مع رشة طحين وخليها ترتاح مشان ارجع اشتغل فيها اما هذا الخبز اللي قطعناه بنجيب صينية او بدون صينية بنجيب اقماشي قطن ومنصف دوائر الخبز عليها بس بدون ما نغز بنغز اصبعتنا هون يمكن هذا الخبز تلاقوه صغير حجمه قدام العيش المصري العيش المصري اكبر لكن على حسب الالب اللي موجود عندي فيني ساوي يعني انتوا حسب الالب المتوفر عنكن عنكن قالب اكبر من هيك ساوه اكبر من هيك بيطلع الحجم تمام منسكر عليه ومنتركه لايرتاح ليش لحتى نسكر عليه لحتى ما ينشفوش العجين لانه فيه سوائل بتنشف بيصير يابس بيكسر فمنسكر عليه نتركه يرتاح احد اسرار نفشة الخبز هو انك تريحه بعد ما تفرده ما تاخده دغري وتحطه على المقلاية او بالفرن ريحه لحتى يطلع شغلة ابراتب وهلأ يا غوالي منجيب الصينية تابعنا بعد ما ريحنا العجين عشر دقايق ومنحطها على المقلاية ما في دقايق للفرن شغلتها سالح ساوي لكم اياها بالمقلاية وتطلع خرافية بس همشي تريحوا للعجينة عشر دقايق قبل ما تحطوا على المقلاية وهلأ مناخد الخبز هيك العجينة اوكم تغرزوا اصبعتكم فيها مشان تنفوش وتصير فلقتين ما لازم نغرز اصبعتنا فيها هي نقطة كتير مهمة المقلاية صلى خمس دقايق على النار لحتى توزعت الحرارة بقلبها صح وصارت حامية بس ما مقوي تحت النار النار نايسة تحتها وباخد الرغيف هيك وبزدته بقلبها بهذا الشكل هلأ شو بساوي بستنى الطبقة اللي تحت تنشاف وبقلبها بس استنىها شوي تنشاف وبقلبها كل ما قلبتها كل ما بتنفوش بشكل اسرع شوفوا شلون بلشت تنفوش من هون هلأ باخدها هيك وبقلبها وفينا نحط بقلب المقلاية كذا رغيف يعني واحد اتنين ثلاثة اربعة مع بعض ونساويهم اذا صغار اذا كبير ع حسب حجم المقلاية وهلأ من قوي النار تحتها حامية المقلاية بس من قوي النار شغلة شغلة لفهمكن اول شي اي عجين فيه سوائل انا ليش منوص النار منوص النار مقلاية حامية عم تنشف السوائل شوي شوي بدون ما العجينة تاخد لون انتبهوا بعدين هلا بصير ديها تنفوش منشان تنفوش العجينة بقوي عليها النار منشان تعبي جواتها هوا وتبلش تنفوش وتاخد لون لكن اول شي بنشفها من السوائل لحتى يصير معي خبز ما له رطب يعني ما له معجن بتلاقوها بلشت شو تنفوش هلا بتصير متل الطابة وهيك العجينة تبعنا الخبزة صارت جاهزة اذا حسيتوا انه هي من اي طرف ع بتهرب هوا بس سدوا الهوا منشان تنفوش بس تعالوا وارجيكم ياها كيف صارت منخلي قماشة جانبنا منحطها عليها الخبز اهم شغلة نحنا لحتى نعرف انه العجين نجح معنا نمسكو هيك شو منلقوه حرقة ايدي كتير صخنة الصراحة شايفين دخنة عن تطلع لقيناها صارت عبارة عن رغيفين عن طبقتين معناها هيك امورنا تمام التمام هذا هو العيش المصري وهلا حكمل الخبزات البقية وارجع لكم يا غوالي ولحتى اخوانا المصريين ما يزعلوا مننا صحيح يعملنا عيش مصري صغير بس عملنا لكم كبير يا غوالي كمان شوفولي على المنظر ما احلا شايفين هذا اياس رغيف العيش المصري بده واحدة الله يبارك له غير شكل شوفوه مثل الطابعة بيلعب لعب شايفين ما احلا شغلة ذهب هلا باخد دعبولة بكبرها شوي وبزيتها هون وبفردها هيك طبعا الخبز المصري رسه بيجي شوي اسمك من هيك شوي صغيرة اسمك حسب انتو ما بتحبوه عملوا السماكة ومنسكرا هيك ها وبنحطها هون مع اخواتها هلا كتير منكم هيستغل انه يشعب حط اللحمة على الخبز فورا ولحمة بالهم طبوخة فلا هيك هذا يحدث ها ينطبع الخبز وبينشاوة بالفرن. بينشاوة بنتساوة على المقلاية. تستوي اللحمة ما تقلق ومن هي الناحية نهائياً لِّي بجوها بدت تستوي. ان كان على المنقل ان كان على المقلية ان كان بالفرن. ولا متل ما شفتوا الصبيع شو طلبيت ما عندها فرن. فساوينا الخبز بالمقلية وقحساوي للكون كمان الحووشي النهايي كمان بالمقلية. بدون ما نستخدم الفرن ولا تكة. لأ الصراحة استخدمناها حطينا العجين خبينا. خلاص حطوه بمكان تاني يعني يكون هيك مظلم. لانا حطنا العجين بقل بالفرم انشان يرتاح. بس مطفقان. وهلا كيف نعملهم بالمقلاية. منجيب مقلايتين اللي عنا بالبيت اسرع يعني مشان السرعة. منحطن على النار. وفينا ندهن زيت. فينا ندهن سمنة. فينا ندهن زبدة. انا هحط سمنة. يعني سمنة حيواني قطيب تطلع هيك مسأسأل حووشي. تعارفوا يا جماعة من انا وصغير متأسر لدرجة بشكل المخيف. بس كلمة حووشي. بس اسمع كلمة حووشي. بتذكر الافلام المصرية لما كان هيك يوعد ياكل يعني شهيني. تلاقيها هيك مسأسأة وعم تقرمش من برة وعب ياكلها هيك. ما عد فيني حس حالي بننطف حالي يعني. فاليوم لح تنطفو حاكون قصدي. لح اكلها انا هي اللي كتعب بشتهيها الحوووشي. يلا شرفوا. هلا النار ما بديها كتير قوية على المقلاية. بديها هون ما يحترق الخبز شوي شوي. تستوي اللحمة يلي جوها بهدوء. بين ما شو. تتأمر الخبزة من برة بدون ما تحترق. عرفتو شلون هاي النقطة جدا مهمة. شوفوا كم قطع على حط. وازا عنا تتقيلة بالبيت. منحطها فوق. وانتو احرار كمان زي بتكون تشووهم بالفرن. فيكون تفوتوهم على الفرن تدهنوهم هيك وش زيت او سمنة. وتفوتوهم بالفرن تشووهم كمان بصير. بس هيك اطياب عن مسؤوليتي يعني. ايه دا ايه دا يا اخواتي. السقسقة دي. ايه بسم الله. شوفولي شوفولي على هالمنظر. شوفولي على هالمنظر ببدا واحد الله يبارك لهجة. قوليه على قلبي انا. بتنغني آنغنغا عاي حواوشي علنقسولي يا غالي. ما معنى نزح. دا انا جعان يا اسطا. ذا عباري انسوا الواحدة هيك من اللات. ضغني ضغني. ضغني ضغن. جايبلك حتة حواوشي. إنما ايه. حتاكل سوابعك وراها. و دلوقتي اديها واحدة في السكين قربوا يا غوالي قربوا شوفوا شو لا 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 يا ويلي عالريحة بسم الله شوفوا لي هذا المنظر هذا منظر خرافي بكل معنى الكلمة معلش عالسريع بينما ينقلوا هدينك الأمانة الله يخليكم بس هيك بفتحها بعطيها هيك عصرة ليمون شايفين الله يرحم أيام الأفلام المصرية كان يمسك الحواوشي هيك وينزل فيها بسم الله هاد العشق الممنوع شوها مطبيعية خليني طلع الباقي واكل وهد يا حوتا وعندك واحد حواوشي ايه يستهل بقك اتفضلوا يا جدعان اتفضلوا وشوفوا المنظر ده شوفوا اللي انا شايفه ده ايه ده يا جدعان ايه ده انا قادر على المناظر دي لو ربنا مش قادر اعطيه عصرة ليمون بتو بتعصروا ليمون الحواوشي ما بعرف والله انا غطه بطحينة هيك سوس طحينة مع حمود خد فوتك يا غالي على المعدة دايريت مصر ام الدنيا عن جد اخي غير شكل هذا الحواوشي يا هيك الاكلات يا بلا السقسة والنغمرة شخص شخص اشتركوا في القناة